زي شفت خبر وفاة اللاعب أو أطخم لاعب كمال أجسام في العالم وإحنا كنا متخيلين بقى الشكل الموسيلز وحاجة يعني أنه قد إيه هو بصحة جيدة واضح جداً أنه هو ده شكل على الفقدي بالزبط يعني كلنا قدر أقوله في الفترة اللي فاتت دي كلها تقررت في آخر 15 و 20 سنة الموضوع ده واتلاعب كمال أجسام مبتدى من الصنباطي كلاعب كمال أجسام مشهور جداً وكان عايش بارة في أمريكا أغلب الفترات ومستر أولمبي وفي نفس الوقت مات فجأة أعراض المنشطات بتبقى كبيرة جداً ومدرة جداً على صحة الفرد بيبقى الغرض منها هي لعبة استعراضية أنا بطلع على المسرح ببين عضلاتي فيها لها كذا مسابقة أنا بطلع كل ما كنت أطخم كل ما كان الموضوع بالنسبة لي أفضل أو أن أنا كده أكسب بس هي المشكلتها اللي ليها أضرار معينة لازم أكون حذر جداً لأن استخدام المنشطات بشتى أنواحها كل نوع لي أعراضه السيئة جداً فيه أنواع علمية مثلاً بيستخدموها لعبة كمال الأجسام الغرض منها الضخامة زي الونسترول، زي الدينابول، زي التستسترون الحاجات المواد ديت بيبقى لها أضرار يجي بقى تسبب الصلع، بتسبب مشاكل فرقة بتعمل مشاكل جداً في الجهاز الهضمي، الجهاز المناعي بيبقى في أقل معدلاته غير المشاكل العقم، غير المشاكل التصلب الشرائين الحاجات دي كلها بيبقى لعيب كمال أجسام عارف اللي هو كل منشط بياخده أو بالشكل ده بيقدر اللي هو آه بيديني نوع من أنواع الدخامة العضلية بس هو هيدفع مقابل بتاعه دكتور هل الموضوع ده ما فيش عليه أي نوع من أنواع الرقابة؟ أو التوعية حتى؟ المشكلة الأغلبية، أغلبية 60% من المواد دي هي مواد طبية ممكن تتصرف لمرضى القلب أو لمرضى علاج أمرات تانية زي السرطان أو القلب أو الإرئة المواد دي بتعمل إيه؟ بتزود السبلاي بتاع الدم مثلاً أو وصول الدم للعضلات والأنسجة فتاخد تغذية زيادة؟ يعني بتعمل إيه المواد؟ على حسب ما هو الرياضي ده بشكل أو بأخر هو عايز شكله يبقى عامل إزاي؟ يعني مثلاً في حاجات زي الناتر كوركسايد الناتر كوركسايد دوت مثلا ده دواء قلب هو الغرض منه اللي هو بيزود الدفع القلبي وبيمدد نحن نقول أسامي ولا نحن نتكلم عن المادة العلمية مادة الفعالة مادة الفعالة الناتر كوركسايد ده مش هكبتكلمش في أي مادة أو اسم منتج لا الناتر كوركسايد دي مادة علمية ده بيتحط في الأدوية بتاعت القلب بتعمل نوع من أنواع التمديد للأوعية الدموية فبتاخد الدفع القلبي فبيزود البومبين بتاع المسلز بتاعه فقدر أننا أشيل أوزان أكتر هي أصلا معمولة لإيه المرضى العلم الناس اللي عندها انسداد في الشعرين عرى الأوريط فإحنا بدي أخدها في مواد تانية بتعمل نوع من أنواع زيادة هومونيتيسترون عند الرجالة وعند السيدات لو هي بتلعب كمال أجسام فبيحصل تغيرات مثلا ترسيب في الفك شكل رستيليد وفي نفس الوقت بيحصل السترون دارة أننا بالتالي بيحصل نوع من أنواع زيادة الكتلة العضلية بس في المقابل هيحصل إيه؟ مشاكل صحية أكتر بكتير من الفايدة أننا أخدت شكل وقدي لكام شهر وبعد كده هيروح بس أنا لسه أنا لا هروح مش هو مش الشكل اللي هيروح هو هيروح كده شخص نفسه الله هيروح أيما هو يعني أنا أخدت إيه من شكل كام شهر وبعد كده هيحصل إيه بعد كده؟